على مدى أكثر من نصف قرن ظلت القضية للكشميرية بؤرة للتوتر الإقليمي بين الهند وباكستان وقد ازدادت أهمية هذه القضية في السنوات الأخيرة مع تعظم القوة العسكرية للبلدين في منطقة جنوب آسيا التي تضم تكتلا بشريا يتجاوز تعداده خمس سكان العالم التصعيد الأخير بإعلان الهند إلغاء المادة 370 من دستور البلاد والتي تمنح سكان جامو وكشمير الحكم الذاتي جاء ليشعل التوتر بين الجارتين النوويتين لترد باكستان بطرد السفير الهندي في إسلام آباد ووقف التجارة مع نيودالهي رئيس وقليم الجانب الباكستاني من كشمير سردار مسعود خان قال إن القرار الهندي جاء لاستعمار واحتلال المنطقة وسلب حقوق الكشميريين محذرا من محرقة نووية قد تندلع في حال لم يتم ثني الهند عن قرارها واتهم سعود خان يودالهي بمحاولة إحداث تغيير في التركيبة السكانية للإقليم الذي يشكل المسلمون فيه نحو 85% وشبه إجراءات الهند هناك بما يفعله الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين من سلب للحقوق وعمليات التغيير الديمغرافي عبر المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة شعبيا شهدت شوارع سري نجار المدينة الرئيسة في كشمير تظاهرات واسعة لمسلمي الإقليم حيث تصدت الشرطة الهندية للمتظاهرين واعتقلت المئات منهم وكانت القوات الهندية قد وضعت في كشمير بحالة تأهب قصوى وأرسلت عشرات الآلاف من الجنود الإضافيين إلى المنطقة لمراقبة تنفيذ قرار رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي الذي نددت به باكستان والسياسيون من المعارضة الهندية الرافضون لإجراءة يدله في الإقليم الذي يريد سكان شطره الهندي إما الحصول على الاستقلال أو الانضمام إلى باكستان التوترات الحالية تأتي بعد سنوات من الهدوء النسبي لكن أكثر المراقبين يرون أن المعركة ستزداد ضراوة على الصعيدين الدبلوماسي والقضائي والحراك الشعبي أيضا دون أن تأخذ منحا عسكريا إلا إذا وقع استفزاز غير محسوب فإنه سيرفع سقف المقاوف من خروج الأمور عن السيطرة واندلاع حرب جديدة بين الطرفين